لازم شوية نبتدي هل في داعي للشباب أن يتشائم؟ يعني أن حين مثلا الشباب يقول لك سواء فرص العمل يعني فيك وستشمارك على السوق ولا حتى إذا بنبتدي مشاريع صغيرة مشاريع اللي هاي رواد الأعمال الصغار هذه أو مثل ما أنت يعني كنموذج يأخذونك شلون وصلت وشلون ارتقيت شين الفرص بتحقق حق الشباب في المنطقة في البحرين تحديدا؟ لا مثلا نحن نبعان محظوظين جيلنا جيل محظوظ طبعا يعني حضل عبدالر أكبر لا طبعا فضل الله أولا وبعدين لا يعني الوحل لا ينسينا دائما أذكر أن أهم فضليانا هم الوالدين يعني الوالد والوالدة ما قصر علينا كأخوان هم لدى دفعونا على اساس نكون ونوصل بس دافع الحظ مهم جدا يعني الواحد يدخل في أمور بالإحساس بالحظ بس أنا أتكلم عن سيستم عن النظام صحيح يعني في وقتك أنت كان أكثر يعطي فرص أكثر من هالوقت حين؟ لا حين في فرص أكثر بس العدد زاد ومحن المشكلتنا كعدد كأرقام في الفرص أكثر موجودة حاليا بس نحن الطالعين من الجامعة وطالعين من المدارس أكثر بكثير بس المشكلة الموجودة حاليا أنه لما نشوف العمال الخارجية في البحرين يعني نسبة كبيرة جدا يعني لما في جنيف مثلا ما عايشين هناك اللي هي مثلا النجار اللي يشتغل عندي في البيت إذا فيه نجارة أو إذا فيه أي شغلة في البيت يا بيكون فرنسي يا بيكون إيطالي يشتغل أو سويسري أنا بشوف نجار بحريني يين البيت يعني في البحرين ما فيه أبي أشوف حدادين كانوا في السابق نحن قلوا الحدادين البحريني فحتى في موضوع العمالة يعني ننسى العمالة المهمة جدا نسميها كل من يبي يكون مدير مكتب كل من يبي ييلس على الطاولة ويآمر ويستثمر مشكلة يعني مشكلة الوعي مشكلة العقلية الموجودة حاليا طيب يعني طلعت على مشروع ماكنزي والإصلاح الاقتصادي اللي موجود صدار جدل عليه كثير يعني وواحد من جوانب الأضرار اللي تكلموا عنها هو اختفاء هالعمالة هذي العمالة الأجنبية اللي موجودة هني اللي الحداد النجار الكهربائي البناي الصبق حتى الخياري طحين يعني كل هذلين قاعدين يقلون بسبة الرسوم والإجراءات هذه وما في بديل فهل هذي أولا أنا على موضوع بصدد ذكر مكنزي الذي قلت مشروع مكنزي أنا عندي مشكلة في موضوع تسمونه مشروع مكنزي أنا كنت في مجلسة اقتصادي في ذاق الوقت لما بدأت الدراسة وليس مشروع مكنزي إنه مشروع مجلس التنميل الاقتصادي فخلنا يعني التصحيح خلنا صحة هذا المهم يعني المكنزي خذوا الملايين عشاء يشتغلون لل المجل الاقتصادي فهي لم يكن مشروع مكنزي إنه مشروع مجلس اقتصادي فهي منفس الموضوع الذي قلت لك عنه موضوع فراري الأبيضاني وابن البلد بثلاث ولاد فمشروع إصلاح سوق العمل في البحرين صحيح الناس متخوفة مشكلتنا كلها الخوف الخوف أن أنا كمقاول عندي عشرة آلاف موظف على سبيل المثال عامل عندي فبيكلفني ستة مليون دينار سنويا اليوم نشوف المشاريع التي تطلع في البحرين فقط يعني واحد شو المشاريع وين المشاريع التي تطلع اليوم وين العمال التي نبيها اليوم ستة مليون دينار ولا شيء بالنسبة لكل المشاريع التي تطلع في البحرين لما استخدم عشرة آلاف موظف طبعاً هاي يعتبر أكبر شركة مقاولات في البحرين عشرة آلاف موظف فالصحيح النسبة راح أتقل نسبة الربحية بس ممكن نفس المستوى الناس يفكرون فيها بس في نفس الوقت يبيل يعني عندنا نحن اليوم صندوق العمل بدايته هم بالين بالاخد دكتور نزار البحار يعني بي راح يأخذ وقت في موضوع التدريب فلازم نعطي شوية وقت يعني هاي المشكلة مسألة وقت ورح نلقى بحرينيين يشتغلون في هاللمهن اللي احنا خسرناها كأجانب شخصياً يعني أنا أقول لنا البحرينيين لزماً في الأخير يكونون متواجدين في العمل هذه يا ما كان عقب 65 ما كان عقب 60 بيصورون بيصورون في نهاية المطاف يعني ما في شل يخليهم يتجهون حق هالقطاعات هذه يعني بيكون المردود أكثر يعني بيكون المردود أكثر يعني احنا اليوم لما نتكلم يعني دخلنا في موضوع آخر واحدة خدام من فترة في البحرين الخدم آسف يعني لما نشوفهم على المعاشات اللي يأخذونها وين وين حقوق الإنسان لما نيب العمال حطهم مثل عشرة وعشرين واحد في حجرة واحدة وين وين حقوق الإنسان فنبتدي من هناك موضوع حقوق الإنسان لما ندخل في مواضيع الأجر راح تزيد يعني بيكون نفس الشيء مثل المحلات الأخرى مثل الدول اللي هي مثل أوروبا يعني الكهربائي من أحسن الشغلات النجار صعب أن الحسنة نجار الكل في ضغط على النجاجير في ضغط على كل الشغلات يعني النجار هناك فاتح بيت وعياله في مدارس عدلة وعايش عيش عد زينة وسيارة كل شيء كل شيء مو سيارة سيارة لا وسيارة لزوجته وكل شيء يعني عايشين حياة والحمد لله هل هذه النظرة للإصلاحات أن مستقبلا هالمهن هذه أصحابها راح يكونوا بهالمستوى الدخل تتوقع يعني أتوقع طبعا لأن في نهاية المطاف هي معادلة بسيطة جدا أساسي يكون فيه استقرار أنا دائما أقول استقرار يكون استقرار مو فاحد مشكلتنا دائما نفكر في اليوم ما نفكر في باتشر وعقوب باتشر الاستقرار أنه لما توطين العمالة أنا أفكر في أحفاد أحفادي وأفكر في أحفاد أحفاد جيراني يعني هاي طريقة تفكية في نهاية المطاف لازم نبتني نفكر في موضوع دي إذا ما نفكر بالطريقة هذه دائما بنتفحق النجار سبعين دينار شهريا من رقد مع عشرة وعشرين واحد في حجرة واحدة ونفس الشي البناي قط ما بنوصل محل فإحنا لازم تغيير بيصير بيصير يعني الأمن إحنا بغينا وما بغينا بيصير شئنا ما بينه وتغيير جاي جاي فالمعادلة راح تتغير راح تتغير وإنه اللي يالس في المكتب راح يتغير وإحنا عندنا اليوم أنت لا تنسين بلد مثل البحرين البورقراطية الموجودين يشتغلون في الحكومة اليوم حدد كبير جدا هل نحتاج العادة هذه؟ ما زال مواطن البحرين يفضل أن يشتغل في الحكومة وإذا بيحسن دخله يعني يشتغل بعد الدوام لكن لازم أولاً الوظيفة الحكومية هذه والله يعني أحد العقد الموجودة عندي يعني في كثئ بس نحن لما نشوفي تغيرات في كثارة حين طلعوا من الحكومة إن كانوا على مثلاً وكلاء وأنه كانوا وكلاء مساعدين نشوفهم في القطاع الخاص يعني هذه طبعاً في القائمة العشرين ما كنا نشوف الموضوع بس لما بدأنا في القائمة الواحد العشرين الحمد لله نشوف فيه حين تغير يعني فيه كثار لأطلعهم من الوزارات خصوصاً خلال ثلاث سنوات إلى راحل أنا وزير مرة يقول لي أنا شو أنا يود الوكيل عندي وهو يأخذ يعني في حدود مكسيمم ألفين دينار ويتي له عروض من بنوك مؤسسات بره عشر تلاف واثن عشر ألف شون أقنع أنه يتم عندي والله وهي الفارق يعني مو شي بسيط وصراحة أنه هاي قيمة الشخص يعني إذا قيمت كذا في السوق يعني الواحد لازم يدفع فحتى في موضوع نرجع على موضوع الوظافة الحكومية وفي المسائلة من طرف البرلمان يعني أنا كنت راح أسألك يعني هل هذه في المشروع الإصلاحي كان وهي الطموح بأن تكون هيئات وفي خص خصاة وتقليص دور الحكومة لكن المجلس النواب رجع العجلة مرة ثانية ورجع المركزية عند الحكومة بأن يكون وزير على كل صندوق وكل هيئة هل هذه أذر بالمشروع؟ صح أذر يعني مثل ما قلون نبسط الجواب نقول أذر أذر طبعا أذر بس وما طبعا ندوم مشكلة الأخوة في النواب يقول لك نساء المين في موضوع المال العام مين هو المسؤول عن موضوع دي بس في بعض الأمور مثلا البحرين اليوم نحن ما تكلمنا لا ننسى الأمور الزين اللي عندنا في البحرين لازم نزود ونعدل فيها ونروح نكثر من دي مثلا موضوع أن البحرين مركز مالي البحرين مركز مالي لما الوزير يساءل عن مصرف المركزي في مجلس النواب صراحة من ناحية المستثمرين أو المساسات الخارجية لداخل المالية يكون عندها صعوبة في تعامل معه أن البنك المركزي لازم يكون بنك مركزي مستقل والمحافظة بنك المركزي مستقل والأهو كامل الصلاحي كمحافظة بنك مركزي هذا المتعرف عليه عالميا البحرين كانت بطريقة هذه سابقة نحن نشوف أنه فيه تراجع في الموضوع لأنه فيه المساهلة من ناحية المركزي